قامت اليوم لجنة تابعة لسلطة تنظيم القطاع البترولي لتأمين جات أرسات بحملة شاملة لإزالة محطات الوقود التي لم تحترم معايير السلامة وصحة البيئة والتي بلق عددها 63 محطة ذلك بعد انتهاء المهلة هذه الحملة أطلق وزير البترول وطاقة بشير مدي هارون أباد بعد انذار مسبق مهلته ستة أشهر قدمته سلطة تنظيم القطاع البترولي لتأمين جات أرسات ل63 محطة وقود فإنها قامت بالتنفيذ العملي للقرارات التي اتخذتها وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 399 الصادر عام 2015 المتعلق بشروط عمل المحطات ومراكز تسويق المواد البترولية إن هدم وإزالة هذه المحطات جاء تطبيقا لتوصيات الفريق الفني الذي قام بدراسة مدنية لأكثر من 200 محطة بنزين وتم تشخيص هذه المحطات بكونها لا تحترم المعايير المعمول بها إذا كانت هذه المحطات الأشخاص، لسأتي لتضمع الري短ة التي تجعلها كنت تتحدثت لأشهر قدمتك أنها تأتي الغدية للضاقات يتجعلها في المحطات الأشخاص من الأشخاص النمودي وعام الأشخاص لأشخاص طبعية للتعامة قررت وزارة البترول والطاقة إلغاء إصدار التراخيص لفتح المحطات حتى حين إنشعار آخر محطات البنزين هي أكثر المراكز التي يتعامل معها الناس بشكل يومي دون مراعاة مدى الخطورة التي تسببها إذا لم تحترم الشروط الفنية ونظام البنى التحتية حيث تكون معرض للاشتعال أو الانفجار أو تسرب الوقود من الخزانات تحت الأرض إلى المياه الجوفية كما أنها تضر بالنظام البيئي وذلك كله يشكل خطرا لصحة المواطنين ومن المقرر أن تشمل هذه العملية مختلف الأقاليم في حملة واسعة لتطهير القطاع البترولي